الموضوع شيكابالا اللي انا قلتلكو عليه مفاجأة ان الزمالك كان يعني لسه من يومين كده قالوا ان الزمالك حيبعت الفلوس بتاعة شيكابالا لسبورت انجليش بونا لا الزمالك باعت الفلوس من زمان جدا من قبل المؤتمر الصحفي من ساعة ما يعني فاكرين موضوع المؤتمر الصحفي شيكابالا ما جاش المؤتمر الصحفي ومش عارف ايه لا ده الزمالك قبل ما يعمل المؤتمر الصحفي كان باعت الجزء الاول لسبورت انجليش بونا دي المفاجأة يعني الزمالك كان كده كده مش هيقدر ما يجيبش شيكابالا كان لازم هيجيب شيكابالا كده كده وهم كانوا باعتوا الزمالك باعت القسط الاول وكان ما خلاص كان العقد تم تفعيله وبالتالي كان يعني انا كان عندي المعلومة دي وبعدين احمد مرتضى منصور دخل على التفون قال لي لا ما باعتناش الفلوس فكانت مفاجأة بالنسبالي لكن عرفت مبارح ان الزمالك كان باعت الفلوس من بدر جدا من قبل المؤتمر الصحفي وكان المؤتمر الصحفي ده خلاص بتعمل عشان الزمالك خلاص العقدة بقى مفاعل فكان الزمالك ما عندوش حل غير ان هو لازم موضوع شيكابالا حيتأيد ويعني لازم هيجيب شيكابالا خلاص ان هو كان دفع المتين وخمسين الف دولار من قبل المؤتمر الصحفي فدي المفاجأة بقى في الموضوع ان الزمالك دافع فلوس شيكابالا او الاست الاول من مستحقات سبورت انجليش بونا متين وخمسين الف دولار من زمان جدا متحولين من زمان جدا مش لسه متحولين مبارح ولا اول لا متحولين من قبل المؤتمر الصحفي فحتى لما في الزمالك المستشار مرتضى والمجلس اللي قدر زعله من شيكابالا حتى ما جالش المؤتمر الصحفي ما كانش عندهم حل تاني غير ان هما يكملوا الموضوع يكملوا ان شيكابالا ينضم النادي الزمالك والعقد يبقى كساري ان خلاص بقى فيه شروط جزائية على الزمالك لو ما يكملش العقد مع سبورت انجليش بونا فالزمالك وانا بقول لكم علومة مؤكدة يعني الزمالك دافع الفلوس من ساعة او من قبل المؤتمر الصحفي وكان عمل المؤتمر الصحفي عشان خلاص حيعلم فيه تعاقد الزمالك مع سبورت انجليش بونا واعارت شيكابالا الى نادي الاسمالي فجملة مهمة جدا او خبر مهم جدا ان الزمالك كان دافع فلوس شيكابالا من الاول من قبل المؤتمر الصحفي في حوالي يومين ثلاثة ويعني كان الموضوع خلصان اه الزمالك زعل من شيكابالا عشان ما جاش المؤتمر الصحفي لكن ما كانش عندهم حل اخر غير ان هما يخلصوا ويكملوا التعاقد عشان الزمالك كان خلاص عمل التعاقد وعليه التزامات لسبورت انجليش بونا في الفترة القادمة ولو كان الزمالك ما كملش التعاقد كانت هتروح عليه الفلوس 250 الف دولار القسط الاول وحيبقى مطالب اللي هو يدفع القسط التاني والتالت وعليه غرامات كمان فالزمالك كمل التعاقد مع شيكابالا لهذا السبب السبب طيب اروح ل